موسيقى يودع اللبنانيون عام 2019 بأحداثه الفارقة وأزباته لاقتصادية الخانقة لن تكن بداية العام توحي بمصير نهايته حيث شهد ميلاد ثالث حكومة للحريري وكذلك رحيلها وبين الميلاد والرحيل وقعت أحداث شتى ففي الحادي والثلاثين من يناير تشكلت ثالث حكومة تولى رئاستها سعد الحريري بعد أكثر من ثمانية شهور من المشاورات الصعبة ضمت الحكومة الجديدة ثلاثين وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى بينهم أربع نساء تولت إحداه وزارة الداخلية في سابقة هي الأولى من نوعها وفي الثلاثين من يونيو شهدت منطقة جبل لبنان حادثة كادت أن تسيل أنهارا من الدماء حيث قتل مرافقان لوزير شؤون النازحين صالح الغريب خلال مرور موكبه في قرية قبر شمون وعقد مجلس الدفاع الأعلى اجتماعا استثنائيا قرر فيه حجز المتورطين في الحادث وإحالتهم للقضاء وفي الخامس والعشرين من أغسطس حدث أول انتهاك إسرائيلي لقواعد الاشتباك منذ عدوان الاحتلال على جنوب لبنان عام 2006 ففي هذا اليوم اتهم حزب الله إسرائيل بإطلاق طائرتين مسيرتين في معقله بالضحية الجنوبية ببيروت ألحقت إحداها ضررا بمكتب إعلامي تابع للحزب وأفاد مسؤول في حزب الله بأن طائرة مسيرة سقطت وانفجرت أخرى قرب الأرض وتولت ردود الفعل ففي الأول من سبتمبر أعلن حزب الله تدمير مركبة عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان مما تسبب في قتل وجرح من كانوا عليها وفي المقابل استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواقع في قرية مارون الراس اللبنانية بعدة قذائف مدفعية وفي التاسع من سبتمبر أسقط حزب الله طائرة إسرائيلية مسيرة أثناء عبورها الحدود الجنوبية اللبنانية وأقر الجيش الإسرائيلي بسقوط الطائرة المسيرة أما الحدث الأكبر خلال هذا العام فبدأ في السابع عشر من أكتوبر حيث اندلعت احتجاجات غير مسبوقة شملت جميع الطوائف في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة باستقالة حكومة سعد الحريري وخرج الحريري على اللبنانيين ملقيا بالمسؤولية على شركائه الفرقاء واتخذ من ضغط الشارع وسيلة لتنفيذ ورقة إصلاح اقتصادي شملت تخفيض رواتب المسؤولين كان من المفترض أن تنفذ حكومة الحريري سلسلة من الإصلاحات المالية والاقتصادية حتى يتسنى لها الحصول على منح وقروض بـ 12 مليار دولار عرضتها الدول الداعمة ومؤسسات التمويل لكن الاحتجاجات اللبنانية لم تمهل الحريري في منصبه ففي الثلاثين من أكتوبر قدم سعد الحرير استقالته إلى الرئيس ميشيل عون وفي كلمة إلى الشعب أكد أن جهود نزع فتي لغضب الشارع وصلت إلى طريق مسدود ومع استمرار الاحتجاجات أجرى الرئيس ميشيل عون في الثانية عشر من نوفمبر أول حوار تلفزيوني منذ بدء الأزمة حيث اتهم المحتجين بطاعن الدولة بخنجر عارضا عليهم مغادرة البلاد إذا كانوا لا يرون في المسؤولين رجلا جديرا برئاسة الحكومة وسائل إعلام رجحت تكليف وزير المال السابق محمد الصفضي بتشكيل الحكومة الجديدة وسرعان ما أثار الخبر ردود فعل منددة حملت الصفضي بنفسه على طلب سحب اسمه من التداول من بين الأسماء المرشحة للتكليف بتشكيل الحكومة الجديدة وفي التاسع والعشرين من ديسمبر بدأت المشاورات الرسمية بين الرئيس ميشيل عون ومجلس النواب اللبناني لاستطلاع رأي الكتل النيابية في المجلس وتكليف من يحوز الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة وفي ذات اليوم كلف الرئيس اللبناني ميشيل عون الأستاذ الجامعي حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما نال تأييد حزب الله والطيار الوطني الحر وحركة أمل أشكر الجميع وأتمنى أن أتعاون جميعا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة لأن لبنان في العناية الفائقة ويحتاج إلى كل جهد ممكن ليس من أستاذ النواب فقط وإنما من جميع القوى السياسية ومن الحراك الشعبي الذي لم ييأس من إمكانية إنجاز التغيير الذي يريده على مدى 66 يوما وأيضا من جميع اللبنانيين عانى لبنان خلال 2019 من معدل نمو اقتصادي لم يتجاوز 0% خلال النصف الأول من العام بينما ارتفعت دين العام إلى نحو 90 مليار دولار وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي 160% فكانت النتيجة الطبيعية لهذه الأوضاع بلوغ نسبة البطالة نحو 35% أكذا بدى المشهد اللبناني خلال 2019 فهل يحمل عام 2020 أحداثا صارة للبنانيين؟ موسيقى 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 موسيقى